الصحابة وآل البيت محبة وقرابة أم بغض وحرابة الصحابة وآل البيت محور حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر فأهلا وسهلا بكم أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر حاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه مرحبا بكم جميعا مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة والتي نخصصها عن الصحابة وآل البيت أرضي الله تعالى عن الجميع يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا فضيلة الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أهلا وسهلا بكم أهلا مع حضرتك كما نرحب بضيوفنا في الاستوديو السلام عليكم أهلا وسهلا بكم شيخنا الحبيب بارك الله فيك كيف ترى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا يعني الصحابة عندنا أهل السنة أو الصحابة هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو مرة ولذلك شرط الإيمان هو شرط أصيل قد يكون غيرنا لا يشترط هذا الشرط أو لديه اشترطات أخرى لكن هذا هو الشرط عند أهل السنة آل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطالب وعلى وجه التحديد فضلتك تعرف عرفت الصحابة والآن تعرف آل البيت رضي الله تعالى تعرف آل البيت يعني آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس ويدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت وكيف لا يدخلون والله عز وجل يعني يقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا إلى أن يقول الحق سبحانه وتعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا موجود في كتاب الله عز وجل الذي نؤمن أنا وفضيلتك به ونقول أنه لا يعتريه حرف زائد أم حرف النقص أليس كذلك؟ نعم بعض الإخوة الشيعة أو عقلاء الشيعة أو غير عقلاء الشيعة يقولون أن الكرآن محرف خاصة هذه الآية يقولون أنها لم توجد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهيركم تطهيرا ماذا تقول شيخنا؟ أنت دخلت في موضوع كبير نعم يعني أقول وبالله التوفيق الله تبارك وتعالى يعني أنزل الكتب السماوية نعم غضى الطرية نعم وحرفت هذه الكتب نعم من أصحابها نعم باستثناء القرآن الكريم نعم القرآن الكريم لم يتعهد الله تبارك وتعالى بحفظ كتاب مثلما تعهد بحفظ القرآن الكريم نعم ولذلك قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن لولا حفظه نعم الذي لا يعرفه غيرنا إن القرآن الكريم مدون يعني كيف تم تدوين القرآن الكريم القرآن الكريم مدون من في الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مباشرة نعم بواسطة كتابة الوحي كان فيهم معاوية بن أبي سفيان كان فيهم عبد الله بن أبي السرح كان فيهم زيد بن سابت كان فيهم علي بن أبي طلب كان فيهم كثير من الصحابة علي بن أبي طلب رضي الله عنه كان ممن جمع القرآن نعم كان ممن جمع القرآن هل ثبت عند أهل السنة أن علي بن أبي طلب طعن في القرآن لم يطعن في القرآن أنا جاي لك هو وكان الرسول صلى الله عليه وسلم له حوالي 27 كاتب وحي نعم وكانوا يتلقون الوحي من فام الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ويدونونه وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم فأراد أن يصحف المصحف في كتاب واحد نعم المصحف كان القرآن مكتوب ولذلك تسمية المصحف جاءت من عهد سيدنا أبو بكر الصديق نعم لأنه أول من صحف المصحف في صحف نعم وجمعها بين دفتين في كتاب واحد نعم وجاء بكاتب الوحي رئيس فريق الوحي لواء زيد بن سابت رضي الله عنه وقال له يا زيد إنك شاب أمين ولا نتهمك ومعه فريق قتبة الوحي وجعل معهم سيدنا عمر بن الخطاب ويجلسون في المسجد على مرأة ومسمع من الصحابة نعم وسيدنا علي بن أبي طالب بعلمه وإقراره ومباركته ومباركة جميع الصحابة ومشاركته أيضا ومشاركته وأخذوا يعني آية تخيل القرآن مدول من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يصروا إنهم يعرضوا آية آية مرة تانية بشهادة الصحابة أجمعين نعم يعني يجيبوا الآية ويشهدوا الصحابة كل ده فين؟ في المسجد النبوي نعم وبعدين بعد كده أما جيه سيدنا عثمان أما تفرق الصحابة في الأنصار نعم كانت النتيجة اختلق ده يقرأ بقراءة فلان وده يقرأ بقراءة فلان وده يقرأ بقراءة فلان فأراد جيه حزيفة بن اليمن وقال له أدرك الأمة يا أمير المؤمنين نعم يا سيدنا عثمان بن عفاد فجمع الناس على قراءة وكانت النتيجة أنه كتب المصحف العثماني اللي هو المصحف الإمام نعم وأحرق ما سواه من المصاحف نعم وبعد الناس يقول لك وكانت النتيجة أنه أرسل النسخ للأمصار نعم لكي يستطيب الأمر في هذا بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك إزاي يحرق ما سواه من المصاحف المصحف والمصحف لم يتغير ولم يتبدأ نعم وكان هذا بإقرار سيدنا علي بن أبي طالب وجمع من أصحابه وقال سيدنا علي بن أبي طالب لو لم يفعله عثمان لفعلته أنا نعم يعني سيدنا عثمان ما كانش فعل هذا الفعل لفعلته أنا نعم إذن شيخنا بارك الله فيك فضلتك عرفت الصحابة وقلت أن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو مر واحدة ومات وهو مسلم لقعوا مؤمنا به ومات على هذا المؤمن نعم وأضفت بارك الله فيك أن أزواج النبي من أهل بيته كما ذكرت فضلتك بعض الكلمات حول مسألة جمع القرآن وشبهت أن القرآن محرف لأن علي رضي الله تعالى عنه كان موجودا أيضا والقرآن يجمع من يستحيل تحريف القرآن الكريم القرآن الكريم هو الكتاب النهاردة لف في الدنيا أي كتاب تجد منه نصف يعني زي بقولوا كذا حتى الكتب السماء كذا طبعة مثلا لا ده بتع كذا وده بتع كذا وده بتع كذا وده بتع كذا وفيه اختلافات إنما إحنا عندنا القرآن هو القرآن وبعدنا القرآن هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف الكتاب المعجز الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين الكتاب النهاردة اللي العلم كل يوم لأنه يصدق هذا القرآن الكريم لأن القرآن لا يتناقض إطلاقا مع الحقائق العلمية الصحابة عدول طبعا عندنا وليس عند الشياء ماذا نقول لهم الصحابة عدول كيف لا يكون الصحابة عدول إذا كان الله تبارك وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر وقال محمد الرسول الله والذين معه وقال أيضا عندما الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا يوم القيامة يدعى نوح وتكون النتيجة أن الله تبارك وتعالى يسأله أبلغت فيقول نعم يا رب فتكون النتيجة ينكر قوم سيدنا نوح أنه بلغ فيقول من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ولذلك تكون النتيجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيقر بذلك ويسأل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون له لقد أخبرتنا في كتابك وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نوح عليه السلام قد بلغ يعني لسنا عدول فقط في زماننا للصحابة ولكن أيضا هم شهداء الشهود على الأمم السامة نعم ولذلك قال الله تبارك تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة يعني خير الأمم أمة الخير أمة الحق أمة العدل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كاوا واجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاد هو اجتباكم ومن جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير وأيضا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق شيخنا بارك الله فيك هذا الكلام يقال لمن يقول أن القرآن أصلا صحيح ولكن يرد على هذا الكلام يعني بارك الله فيك لو كنا نحن نقول طبعا أن الصحابة في مجملهم عدول ورضي الله تعالى عنهم كما أخبرنا الله تبارك وتعالى ولكن من يطعن في كتاب الله عز وجل لا يعترف أصلا بما تقول ولكن نقول له بارك الله فيك هل أهل البيت رضي الله عنهم كانوا يجاملون الصحابة علاقة الصحابة بأهل البيت وعلاقة أهل البيت بالصحابة رضي الله عن الجميع كيف كانت؟ هل كانت فيها بغض وكره أم كان في محبة وألفة؟ وهذا موضوع الحلقة وفي غاية الأهمية أنا أذكر شيخنا هذا الكلام يعني للرد على غلاة الشيعة وحتى على غير غلتهم يعني تعلم فضلتك كيف يسبون أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع حتى يقولون في علي ويسئون إليه رضي الله عن الجميع كيف كانت علاقة الصحابة رضي الله عنهم بأهل البيت والعكس؟ العلاقة علاقة ود ومحبة أقول إن الذين يدعون أمثال هذه الأشياء أيا كان المعتقد أيا كان القائل أن الذين يدعون ذلك هم الذين خزلوا علي بن أبي طالب هم الذين خزلوا الحسن والحسين هم الذين خزلوا آل البيت فكيف يدعون اليوم أنهم ينصرون آل البيت؟ وكيف يدعون أن آل البيت علاقتهم مهتزة بالصحابة وكيف يدعون أن الصحابة يكرهون آل البيت يعني رامتني بدائها وانسلت أنا أرجع لك المسألة لأن موضوع التعني ده موضوع خطير جدا لأنه يستهدف حقيقة استقصال شعفة الإسلام والقرآن ليس استقصال الصحابي في ذاته المقصود ولكن هو الذي نقل هذا الفكر فكر خبيث يعني عندما جاءت رسالة الإسلام التي جاء بها عيسى عليه السلام لأن الإسلام هو دين المرسلين جميعا من لدن سيدنا آدم وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرس الله الأرض ومن عليه كانت النتيجة فرقة من اليهود التي ناصبت العداء لهذه الرسالة الحقة والتي تألت على الله تبارك وتعالى كونوا شيء اسمه الجمعية الخفية اللي هي ما يعرف بالمسونيين أيام الملك هردوس إكريبة ومعه واحد اسمه حرام آبي وحرام أبيود واتفقوا على أنهم ينصبوا سيدنا عيسى العداء وأنهم يقتلوا أصحاب سيدنا عيسى اللي هم الحواريين وأنهم يحاولوا قتل سيدنا عيسى ولذلك هم ظنوا قتلوا كثير من الحواريين وظنوا أنهم قتلوا سيدنا عيسى وبدأت هذه الجمعية مستمرة هذا الفكر بدأ مستمر إلى أن جاء الإسلام لكن كان الإسلام قوي نعم هم لم يعرفوا أن يحاربوه يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباع عيسى الحواريين بهذه الصورة دعا بولس أنه نصراني أنه تنصر وأن روح الكدس جاء إليه ثم بدأ ينخر في الديانة النصرانية بهذه الصورة فضلتك تريد أن تربط ولا يخفى ما حدث من بولس يعني الذي كان يهوديا ودخل هذه الرسالة بهدف تفريغ محتواها هذا ما أريد أن أقول ثم جاء عبدالله بن سبق نعم شيخ نتفضل جاء الإسلام كان نور قوي جدا ولذلك لما جاء يعني جاء عبدالله بن سبق أظهر الإسلام نعم وكان وأبطن وأضمر الكدل الإسلام نعم وعشان أنه هو الدعوة بتاعته تنطلع العامة أظهر حب التشيئة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا عارفين أنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الأطهار فريضة فريضة شرعية نعم يعني قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة نعم والرسول صلى الله عليه وسلم الله الله في أهل بيتي نعم يعني والصحابة كانوا يقدمون يعني أهل البيت على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما سنذكر نعم يعني هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي نعم أبو بكر الصديق يقول أن أحب إلي أن أنا أصل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن أصل قرابتي وأيضا يقول أيعقل شيخنا هذا ممن يقولون عنه أنه اغتصب الخلافة كيف اغتصب الخلافة وقد ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على الناس كيف وأنه اتخذه صاحبة كيف ومر حدث يعني شيء بين أبو بكر الصديق وعمر فتمعر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال دعوا لي صاحبي آمن بي حين كفر الناس وواساني حين حرماني الناس أبو بكر الصديق وزير الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق الذي حمل الأمانة وبلغ الرسالة أبو بكر الصديق الذي يعني بيع بالانتخاب الحر المباشر أبو بكر الصديق الذي ثبت إيمانه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ بيعة علي رضي الله عنه لأبي بكر بعد فصل قصير فصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم فابقوا معنا مشاهدين الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن علاقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بآل البيت الأطهار وذكرنا طرفا من فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكنا نتكلم عن بيعته وأنه لم يقتص بالكلافة كما يدعي البعض للأسف الشديد علي بن أبي طالب شيخنا مبارك الله فيك كيف بايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب بايع أبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة مع الصحابة رضوان الله عليهم وهل يشك في هذا عاقل وكيف يكون وزير صدق لأبو بكر الصديق وهو لم يبايعه وهو أحفظ الناس لقدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه كان يعرف أن أحب الناس لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان نعم رغم أنه زوج ابناته رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين أليس هذا التهامل علي رضي الله عنه إن كان يعتقد كما هم يقولون أن هو أحق بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنه طيب كيف يقبل سيدنا علي رضي الله عنه وأنتم لا تقبلون إن أعتقد هذا الأمر كيف يقبل أن يكون وزير عند من اغتصب منه الخلافة أمر غريب شيخنا ليس أمر ما أنا أقول لك أمر لا يستقيم الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم حب وود شديد لدرجة لا نتخيلها نحن مهما تخيلنا درجة الحب لقد ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم على اليقين على المحبة تخيل طاقة المحبة الموجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يا شيخنا يتوقع أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في آل بيته وأبو بكر الصديق يخالف هذا الكلام؟ ده أبو بكر الصديق كما قلت قال يعني اركبوا محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته طيب هقول لك المسلمين كل يوم عندهم كم فريضة؟ خمس خمس بكم راقعة من الفرائض؟ سبعتاشر راقعة؟ سبعتاشر راقعة؟ ده غير السنن نعم خلاص؟ في كل سبعتاشر راقعة خلاص؟ نعم نعم إحنا عندنا في التشاهد نعم الأخير خلاص؟ نعم سواء إحنا عندنا صلاة الصبح فيها تشاهد نعم عندنا صلاة الظهر فيها الثنين هنقول هناخد أننا التشاهد الأخير خلاص؟ يبقى هناخد خمس مرات في اليوم نعم خلاص؟ خمس مرات بنقول إيه؟ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أهل السنة بيصلوا والمسلمين جميعا نعم يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأطهر نعم خلاص؟ خمس مرات نعم في كل يوم كل يوم خمس مرات كيف بقى؟ غير السنن كيف يتهموننا أننا نبغضهم ونحن لا تقبل صلاتنا إلا إذا ما أبغض آل البيت إلا منافق نعم زنديق نعم كيف نحن أحق الناس بآل البيت؟ يعني شيخنا الله يحفظك حتى يقول أنا وفضلتك أننا نحب آل البيت ينبغي أن نقول أنهم آلها كما يقول الشيعة؟ لا طبعا من قال ذلك؟ ده إذا كان جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو يطلق قول الله تبارك وتعالى تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال له ما عبدناهم يا رسول الله قال له ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال مجرد تحليل وتحريم تشريع ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتهم قال بلى قال فتلك عبادة لهم فكيف يؤله وكل يأخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ببعاصمه الله تبارك وتعالى إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيان لكي يكون هذا واجب في التشريع الإلهي عندما يجانب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقصود ويقول هذا مقصود من الله تبارك وتعالى عندما يجانبه الصواب في مسألة يقول الله تبارك وتعالى عفو الله عنك لما أزمت له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض عندما يقول الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاء العرب رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له حق في أن يلتفت ويطمع في إسلام سادات قريش ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لكن عسمه الله تبارك وتعالى وليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفرق شيخنا بين أهل السنة وبين الشيعة أهل السنة يؤكدون مرارا وتكرارا أن العصمة ماتت بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أحد معصوم كلا يؤخذ من قوله ورد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشيعة شيخنا يقولون عكس ذلك يقول بعصمة أئمتهم حتى يعني لما انتهت هذا هو اللغة الدائرة حول الدولة الدينية أنا أتمنى الآن في نهاية الحلقة في نهاية الحلقة وأخذ دكوكة واحدة مش عايزة دقيقة دي مش عايزة دقيقة فغض الدولة الدينية من أجل فقط ليس الأئمة ولما انتهى بهم الحال إلى الإمام المخبوط في السرداب الآن أكثر من 1300 عام استحدثوا مسألة ولاية الفقهة أنه يوكل توكيلات لغيره حتى يكون هو أيضا معصوم يعني الخميني وغيره عندهم معصوم وخميناء وغيره قدرت الروايات أن الإثنى عشر إماما من قريش نعم والإثنى عشر إماما حكموا نعم فكيف بأئمة لم تحكم الإمام لا يعني كيف ذلك وكيف أنتوا عنده يعني الحسن العسكري نعم وكيف أنهم يدعون أنهم ينتظرون المهدي ويرسلون يعني الفرس أو فرساء ينتظرون ويقول أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا فلن يخرج مولانا طيب شيخنا الآن نكمل بارك الله فيك مسألة حب الصحابة لآل البيت وحب آل البيت للصحابة وعلاقة التزويج منهم والمصاهرة بارك الله فيك نعم نعم ده هذا مهم ولذلك عندما أيضا يقول أبو بكر الصديق احفظوه صلى الله عليه وسلم احفظوه فيهم فلا تؤذوهم نعم يعني هذا قول سيدنا أبو بكر الصديق فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفضل الحسن والحسين على ابنه ولذلك مرة قابل الحسين قال له لماذا تأتينا قال له جئتك ووجدتك مشغول مع بعض الصحابة ولم تأذن لعبد الله بن عمر نعم قال له أنت أفضل من عبد الله بن عمر يعني قال له يعني كان يتمنى أن تهب عليه النسمات نعم ولذلك مرة الحسن والحسين فدخلوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوا أبو بكر على المنبر قال كيف تقف مكان جدنا فنزل وحملهما وقال هما سيدة شباب أهل الجنة ويعني ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كان يبجل الحسن والحسين السيدة عائشة كانت تكن الاحترام للسيدة فاطبة رضي الله عنها ما سنقول سيدنا عمر لما علم أن كل نسب مقطوع إلا نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر عندما علم أن كل نسب مقطوع إلا نسبه وكل صهر مقطوع إلا صهري الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب نعم كيف يعني يقولون أن يعني كيف يقال أن عمر بن الخطاب هذا كيف يسبع عمر بن الخطاب الفاروق الذي أعز الله بالإسلام الذي نزل القرآن مؤيدا لرأيه إن هذه زندقة إن هذا الأمر لا يجوز في دين الله شرق وأي سباب إن هذا يعني الطعن ده يعني كيف يقال أن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله الفاروق الذي ترك الإسلام هو عزيز وعندما طعن قال ابن عباس رضي الله عنه وهو من آل البيت يا قفل الفتنة وكانت النتيجة قال إن الإسلام فتك فتقا لا يرتغط معه إلا يوم القياه هم شخنا أشياء يعني يتخذون آل البيت على مزاجهم هم يعني مع ابن عباس رضي الله عنه من آل البيت لماذا لا يتكلمون يعني ويأخذون بأورائه رضي الله تعالى عنه هم يحددون يعني عندهم كده نظام معين فقط لآل البيت أما نحن فنحب كل آل البيت رضي الله تعالى عليهم أم هم يخصون أناس معينين شيخنا الله يحفظك في مسألة آل البيت لو نأخذ بارك الله فيك أيضا إعلاقة الحب والمودة والألفة بينهما ده أنا هديك نموذك شوف سيدنا عمر من محبتهم سيدنا العباس كان فيه قطعة أرض جنب المسجد نابو فخلاص يعني ده أخويا فخلاص فضمها المسجد فسيدنا العباس قال له لا فراحوا للقضي قال له لا وخاتها بدفع الأخوه فسيدنا عمر قال له خلاص نحتكم إلى أحد الصحابة فاحتكموا لأحد الصحابة أبي بن كعب فحكم بالأرض للعباس فكانت النتيجة أن سيدنا عمر بكل الحب رحب بقضاء وهو أمير للمؤمنين فلما رأى ذلك سيدنا العباس قال والأرض للمسجد نعم يعني كانت هناك العلاقة علاقة المحبة والموابدة وكانت تزاور بين هؤلاء وهؤلاء ولذلك كانت النتيجة يعني كان عمر سيدنا عمر بقول للعباس رضي الله عنهم أجمعين بقول له بقول له لا إسلامك خير عندي من إسلام الخطاب لأن إسلامك محبب إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من إسلام الخطاب يعني شوف هو يؤثر يعني رغم أن هذه القضية لا إصار فيها محب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبه هو على محبه هو لماذا؟ يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولذلك يعني لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به وقال الله تبارك وتعالى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ما الهدف من الطعن في الصحابة في هذا العصر؟ نعم أنا سأتيك لكن أنا أريد أتكلم يعني سيدنا عمر ذهب لسيدنا علي نعم يا علي زوجني أمك لسوه انظر إلى المحبه لو لم يكن لو كان علي يقرأ عمر كيف يزوجه ابنته؟ كيف يسمي ابنه أبو بكر وعمر وعثمان؟ والله يا شيخ نعم وكيف يسمي آل البيت أسماء أبنائهم؟ يعني هنا لو القتب دي مليئة بأسماء آل البيت كيف سموا أولادهم بأسماء الصحابة؟ يعني إذا كانوا يكرهون الصحابة كيف يسمون أولادهم بأسماء الصحابة رضوان الله عليه؟ وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وزيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عثمان اللي كان مجاو أليس سيدنا عثمان؟ كان متزوجا بالسيدة رقاية وأمه كلسوم بنته رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة وهنا يزوج يزوج علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب ابنته وأمه كلسوم ليحقق له شيخنا دايما صاحب البدعة يقع في أفخاق لا يستطيع خروج منها يقولون يعني تخيل أخي المشاهد الكريم لو أنت غضبت من مثلا من جرق طيب حاضر أنا غضبا منك والله لم زوج بنتي مستحيل طب والله إيه بقى رأيك طب أنا زعلان منك جدا وانت غصبت مني الحقي طب إيه رأيك أن أنا سمي أولادي بأسمك إيه دا أمر يتيب من ربع المستحيلات دا أمر من ربع المستحيلات والذي دا يدعون يعني كلمة أنا لا أحب قرأتها ولا أحب أن أقولها قيلت في هذا الشأن يعني في شأن تزوج عليهم هل كان علي جبانا ليقبل هذا وهو أسد الميدان وهو فارس الميدان فرج غصبنا يعني كيف يقبل هذا لا يمكن إطلاقا أنا عفوا أنا أريد أن المشاهد يسمع هذا الكلام يعني الكلام كيف يقال عن علي رضي الله عنه والشيعة تقول ذلك فرج غصبنا من يستطيع عمر يا الله غصب هذا لا يمكن هذا لا يمكن إطلاقا ونحن عندنا أن زواج المكره لا يصح فكيف ذلك أصلا وكيف يكون ذلك في مرأة من الصحابة الذين هم عدول بعضهم بعض الصحابة وعندما نذكر بالصحابة نخرج المنافق نعم أهل النفاق لأننا قلنا شريطة الإيمان أن يموت على الإسلام نعم نعم شيخنا بارك الله فيك في هذا عند فضلتك شيء لأ أنت عايز تسأل عن هدف الطعن من الصحابة نعم ده موضوع كبير جدا لأن الطعن في الصحابة ليه نعم من بلغنا القرآن الكريم الصحابة من دون القرآن الكريم من فم الرسول سالة من صحف القرآن الكريم من جمع القرآن في مصحف واحد نعم اللي هو أسوان بن عفان خلاص هؤلاء الصحابة من نقل لنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة بلا شك هؤلاء الصحابة الأعلم عندما أطعن في الصحابة هذا فكر ماسوني خبيس نعم عندما أطعن في الصحابة رضوان الله عليه خلاص ما فيش دين بقى خلاص يبقى انتعى الأمر يبقى بالتالي يبقى أنا القرآن بقى أقبل منه وأرفض منه أقبل من السنة صحيحة وأرفض منها أفعل كذا وأفعل كذا يبقى بالظبط كده أنا جاي بالظبط كده من يكون مبنى مقام على أعمدة أنا رحت هدد الأعمدة خر السعف وعه نعم خلص الموضوع يبقى خلاص هل من كلمة شيخ نتوجهها إلى الصحفيين الذين يكتبون في الجرائد الذين يمتهنون يأخذون أموالا على حساب سب صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول لهم إن سب الصحابة زندقة نعم سب الصحابة نفاق سب الصحابة إسلامه يحتاج إلى مراجعة نعم أقول لهم يعني أتستبدلون الذي هو أدننا بالذي هو خير نعم اتقوا الله إن كنتم تتحدثون على الحرية لماذا لا تأتون تناقشون مناقشات علمية وتفتحون الرأي والرأي الآخر أنا أريد أن ألقي كلمة للمشاهد العلمانية معنى العلم والعلمانية بالفتحة اللا دينية فصل الدين عن الدول خلاص الليبرالية التحررية خلاص طيب لكن أقول وبصراحة هناك علمانية أو لبرالية إيجابية يعني عندها الرأي والرأي الآخر أنا أسمح لي شيخ لم نرى هذا الأمر في مصر أنا لسه ما كملت هذي ديمقراطيكم يعني مثلا عندما ترى جورجي جالوي أنا عايز أرد وهو وزير نعم خارجية بريطانيا نعم الأسبق يأتي ويناصر قضايا فلسطين عندما تجدهم يساندون قضايا الحجاب هلتكلم على على طبوره أنا لسه جاي لسه روأ علي بس دين فرصة خلاص لكن هناك علمانية والليبرالية سنحني على سؤاله شيخ عد معايا بس عد معايا أنا أرد أن هربط هذا الكلام بشي ما أنا هربطه هربطانا جاي لك هوا علمانية أو الليبرالية سلبية وصائية إقصائية استئصالية نعم سلبي ليس إيجابي وصائي أنه يريد أن يفرض وصائي عليك أنه هو الذي هو الدين عنده وهو نعم يسب الصحابة هذه حرية لكن يجرؤ أحدهم أن يسب اليهود يجرؤ أحدهم أن يسب الصهاينا هذه أنا أختم لسأصل بك هذه الكلمة يجرؤ أحدهم أن يتكلم عن الهولوكوست شيخنا ديمقراطياتهم كالعجوة يعني يعود حتى ولو ببحث علمي ماذا حدث لجارودي عندما تكلم يعني نحن نحن ضد قهر الشعوب وضد ظلم أي أحد حتى يهود أنفسهم لكن نحن نقول الحرية تأذن لنا بفاصل شيخنا ونرجع إلى فضلتك مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله عز وجل ففكم معنا أصحاب الهادين براس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعض الفاصل الذي كنا نتحدث قبله حول مسألة أن العلمانيين والليبراليين يعني ديمقراطياتهم كالعجوة إذا جاعوا أكلوها يعني ليست ديمقراطية علينا علينا فقط ولكن هي لهم فقط ديمقراطياتهم أما إن كانت علينا فهم يأكلوها ولعل شيخنا بارك الله فيك وفضلتك عد لجمة الفتوى بالأزهر الشريف وتعلم ما تمر به مصر الآن أن الذي ينادي بعدم تطبيق الشريعة رأى مثالين سيئين لتطبيق الدولة الدينية الكرون الوسطى الحق الإلهي هذا لا شك فيه كنيسة الكاسوليكية لأوروبا ودولة إيران اللي هو الرئيس معصوم الرئيس يقول له وعاوز يقوله لأنه موكل من الله سبحانه وتعالى هل لو كان فيه دولة دينية عندنا يا شيخنا أو إحنا بنطلب بيها دي طبعا الأمر مرتبط بالشعاج ليس في الإسلام دولة الدينية هل الرئيس ده معصوم رضي يبقى خلاص لا سيدنا عمر طلع المنبر فبيقول اسمعه وأطيعه أبلو سلمان الفارسي واحد من فارس صحاب الجليل قال له لا سمع ولا طاع حتى تخبرنا من أين أتيت بهذا السبب نص جلابي نعم فقال له فقال له قم يا عبدالله ابنهم سيدنا عبدالله أم قال إن أبي روجل الجم فأعطيته حقي قال له الآن نسمع أنته لما خرج بقوله هل شككت فيها يا سلمان قال له لا والله ولكن خفته أن يكون أحد من ضعاف النفوس في نفسي شيء سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا عالي بن أبي طالب في خطبة التولي خطبة الحق أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعتني عليكم إذن هذه القادة عندنا نحن المسلمون بصفة عامة نعم والذي يدعي غير ذلك الإسلام دولته مدنية ذات مرجعية إسلامية إذن شيخنا الله يرفع قدرك وأنا أبواز في عضو لجنة فتوى في الأزهر أطالب بدولة إسلامية ذات مرجعية إسلامية بموجب المادة التانية من الدستور نعم ولذلك يعني الرئيس السادات كان يقول إسمع دي لو عيونت رئيس الجمهورية وانت فضلتك عضو لجنة أرجوك أرجوك ماذا تفعل مع الشيعة ماذا إيه تفعل مع الشيعة لابد أن تتم مراجعات حقيقية ولذلك ربنا يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا لابد أن تتم مراجعات ليس المراجعات ليس التقريب المقصود هو تقريب التشيئة التشيئة لا إنه يبقى فيه حقيقي مراجعات لكل هذه الأشياء لأن هذه البدع كما نشأت قلت لك أصلحة الماسونية وهذه الصهيونية الخبيثة الماكرة التي تلعب في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع ولذلك نحن بحاجة والاحتلال شجع هذه الأشياء لكي يريدون أن يفرغوا الإسلام من محتوى فلذلك لا بد من مراجعة حقيقية ولا بد للأزهر الشريف أن يقوم بدوره في هذه المراجعات لا لا أسمحك ونحن نريد أن نحر أن ننادي بتحرير واستقلال الأزهر أرجوك شيخنا أرجوك يعني فين الأزهر من الكلام ده طب تناقي فضلتك عوض لجل الفتوى ومشاء الله يعني كلامك روح نحن شكلنا شيء جديد اسمه الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر الأحرار نعم وبعدين قالوا كلمة الأحرار ما فيش أحرار غيركو الكلمة دي تعباكو عملنا اجتماع فأحنا الاتحاد العالمي العلماء الأزهر الشريف نعم وأخونا الشيخ أحمد هليل هو رئيس الاتحاد وأنا نائب أول والدكتور مونير جمعة طب شيخنا هل في جهود لكم بارك الله فيكم يعني حتى تفعله مثلا تؤسسه الجمعية لإبراز دور حب آل البيت مع الصحابة رضي الله تعالى إن شاء الله سيكون كل هذا لأن الأزهر عندما سليباء عندما اغتصب من عهد محمد علي باشا إلى الآن وكانت النتيجة أن الأزهر الشريف لم يقم بالدور المنوط به هل تفكر شيخنا مثلا بارك الله فيك في زيارة دعوية وليست تقريبية على منهجهم إلى إيران للأزهر باسم الأزهر الشريف تقول لهم اتقوا الله ولا تقولوا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا وتقول لهم أن آل البيت الذين نتشرف جميعا بالانتماء إليهم والذين تدعون أنكم تنتمون إليهم يحبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل تفكر في هذا الأمر؟ أهلا وسهلا بالحوار لكن لتكن لجنة علمية حقيقية من العلماء الأفاضل الربانيين الراسخين في العلم نعمل إن شاء الله أن تشكر وستسمع خيرا كثيرا عن الاتحاد العالمي العلماء الأزهر إمتى إن شاء الله؟ قريبا؟ قريبا إن شاء الله من جدولكم مسألة نصح الشيعة لأن معنا كثير من العلماء الكبار نعم يعني هم رفضوا قالوا أنتم كسباب تحركوا ونحن معكم مستشارين نعم شيخنا بارك الله فيك أنا أصلا يعني أقول هذا الكلام للأزهر لا شك أن أقدم يعني جماعة عريقة جدا جدا لها وضع ولها مكان ونبغي أنها تساهم في أكثر من ذلك ونحن ما يعني كمنا بهذا البرنامج إلا 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 لدعوات الشيعة إلى الخير الذي نحن فيه يعني ما قدمنا على هذا البرنامج وعندما دعوت فضيلتك بارك الله فيك للمشاركة في هذا البرنامج وفضلتك رحبت يا سك الله خير لعلها تكون خطوة لنصح غيرنا للخير الذي عندنا فهل هيكون من جدولكم بإذن الله عز وجل من جدولكم فضلتك عضو لكم فتوى بالأزهر وتقوم بإنشاء هذه الجمعية نحن نحاول التغيير يعني نحن أصدرنا فتوى سمعني يا شيخنا في مشاكل بصراحة عند الشيخ الأزهر وعند المفتي في هذا الأمر ماذا نقول لهم يعني يعني في مشاكل بصراحة هل هو مسألة الكرسي مثلا ولا أنا عايز أعرف المسألة يعني إيه يعني يعني الآن فضلتك هذا كتاب ظاهرة أرجوك أرجوك شيخنا هذا كتاب ظاهرة التكفير عند الشيعة كلنا ناكل من كتبهم يا شيخنا بارك الله فيك ولعلنا نخصص حلقة إن شاء الله عن التكفير عند الشيعة يكفرون أهل السنة جميعا وعلى رأسهم أبو بكر وعمر المسألة أن فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة المفتي وفضيلة وزير الأوقاف جزء من النزام السابق من الحزب الوطني لا ديمقراطي خلاص من الآخر يعني فنحن نسعى للإصلاح الحقيقي لكن للأسف هم حجر عسرة في سبيل الإصلاح ونقول لهم بصراحة إما أن تتبنوا الإصلاح دون التفاف وإما سيأخذ العلماء موقف وأقول إن علماء الأظهر بخير ولن ورقاب ورقابنا أقل يعني رقابنا سمن إن شاء الله لتحرير الأظهر لن نعود للوراق شيخنا أصول الكافي يقول إن كل الصحابة كان الناس بعد رسول الله والسلام أصحاب ردة إلا ثلاثة وفي رواية تانية كل الناس ارتدوا جميعا بعد الرسول إلا أربعة كل الناس ارتدوا إلا أربعة ييجي واحد مثلا أنا بقول الكلام دا للشيخ الأظهر يعني حفظه الله ورعاه وأتمنى أن يكون له دور أكثر من ذلك الأمر وكذلك المفتي حفظه الله ورعاه يعني نحن نطلق المراجعات نحن لا نفتلي عليهم شيخ يعني هم يكفرون الأظهر إن شاء الله بإذن الله عز وجل لعلنا يعني نجهز إن كانوا صادقين إن كانوا صادقين في التقريب نحن نطلب مراجعات حقيقية واعتذارات حقيقية وحرق هذه الكتب فيديو سريع شيخنا التي تحمل هذه الشيخة الحرقة بارك الله فيك المعلومات كثيرة وإن شاء الله لعلا يكون فيها حلقات متولية نفصل فيها ما تجمله ملف فيديو بسيط نسمعه ماذا يقول علماء الشيعة في آل البيت هذا الرجل الخبيث يقول أن العرش نعال لألي البيت هل هذا حب شيخ؟ كيف يكون حب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قال عن نفسه لا تطروني كما أطرطي النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله وإذا كان هؤلاء يتألون على الله منزل الذي يصل إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى كلمة واحدة شيخنا بارك الله فيك إذن بارك الله فيك العلاقة وطيدة جدا ورائعة بين آل البيت وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فظلتك علاقة مصاهرة ومحبة ومودة وتهادي وأخوة وصحبة في نصف دكوية كلمة إلى عقلاء الشيعة بخصوص الصحابة وآل البيت ماذا تقول؟ يا إخوانا أنا أوجه إليكم كلمة لابد لنا أن نكون عقلاء وأن نفكر كيف يكون بهذه المناهج أو بهذه الأخطاء لابد لهذه الأخطاء أن تمحى وتنكر وأن تغير هذه العقائد لأن عقيدتنا هي عقيدة التوحيد الصافية التي لا تقبل الشرك بالله وإلا فما الفرق بيننا وبين الأمم السابقة الأمم السابقة ضلت وكان الله يرسل الرسول تلوى الرسول إذا نحن بحاجة إلى مراجعات حقيقية وأن نجلس رجل لرجل نعم رجال لرجال لمراجعات حقيقية هذه مبادرة طيبة وأهلا وسهلا بالحوار وفضلتك عضو لجنة الفتوة بالأزهر الشريف هذه الجماعة العريق وتطالب بالحوار المفتوح وتنقيد ونائب رئيس الاتحاد العالمي العلماء الأزهر الشريف وبرك الله فيك كل هذا الكلام حتى ينقى الكتب السيئة التي عندهم أشكرك شكرا جزيلا جدا وفعلا كما ذكرت لا تنازل عن العقيدة فالعقيدة خط أحمر لا تنازل أبدا عنه وأشكرك لما بينت من فضل الصحابة وآل البيت رضي الله تعالى عن الجميع كما نشكر إخوانا داخل الأستوديو وشكرا لكم أيضا بارك الله فيكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى فابقوا بإذن الله دائما معنا وتابعونا دائما في هذه الحلقات المتوالية من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته